أنتم الآن في نشرة الموجز بعد قرابة عام من إضراب شامل ومقاطعة الدروس والتداريب أعلن طلبة طب وطب الأسنان والصيدلة اليوم الجمعة الثامن وانبر 2024 عن توقيع محضر تسوية مع وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية تحت إشراف وسيط المملكة وحسب اللجنة الوطنية لطالبة طب وطب الأسنان والصيدلة فإن الاتفاق الذي وقع في ساعة متأخرة من مساء الخميس جاء بعد يوم ديمقراطي شهد تسويتا في كلية طب والصيدلة على مقترحة تسوية تبعه التسويت على تعليق الإضراب المفتوح الذي بدأ في دجنبر 2023 وأوضحت اللجنة أن التسوية جاءت بعد استجابة الحكومة لمعظم طالبهم التي كانت تشمل تحسين ظروف الدراسة والتكوين التي دعتهم لخوض أطول إضراب في تاريخ كلية الطب عالميا تخلى له طرد وتوقيف بعض الطلبة وشكاوي وجلسات استماع في مراكز الشرطة وصولا إلى المثول أمام القضاء جدد مكتب جمعية حيئة المحامين بالمغرب تأكيده على مواصلة خطوة الإضراب المفتوحة وعبر عن استعداده للتجاوب مع كل مبادرة الوساطة من أجل الحوار مؤكدا أن أي حوار يجب أن يكون جدا ومسؤولا وعلى كافة نقاط الملف المطلبي وبمنهجية سليمة وأفد مكتب الجمعية في بلاغ أنه وقف على النجاح الذي حققه تنزيل قرار اجتمع تنجى بتاريخ سالس والعشرين أكتوبر الفين واربعة وعشرين بالتوقف الشامل عن أداء مهام الدفاع إلى إشعار آخر عبر انخراط جمعي ومسؤول وبكل تضحية لزميلات والزملاء عبر الوطن بشكل أعاد للمحامات قوتها ووحدتها وتوهجها وسجل المكتب بكل أسف ما وصفه بالهجوم غير المسؤول الذي تتعرض له جمعية هيئات المحامين بالمغرب الإطار التاريخي والممثل الشرعي والوحيد للمحاميات والمحامين بالمغرب بمنطق تبخيسي يضرب عرض الحائط قيمتها ومركزها الاعتباري وتاريخها على مستوى مسار البناء الدستوري والنضال الحقوقي والدفاع عن استقلال السلطة القضائية والقضايا الوطنية هذا وجدد التأكيد على مخرجة بلاغ اجتماع تنجة المؤرخ في السالس والعشرين أكتوبر الفين واربعة وعشرين تفاعل اللاعب المغربي وحكيم زياش لعب جلطة سرايا التركي مع هروب مشجعي مكابي تل أبي في شوارع مستردام عقب نهاية المباراة التي جمعت الفريق الفلسطيني بنادي آياكس مستردام لحساب الدوري الأوروبي وكتب زياش الذي غاب عن لائحة المنتخب المغربي الأخير في السوري على حسابه الخاص بانستجرام فروا لأنهم ليسوا أمام نساء أو أطفال وستظل فلسطين حرة وكانت الشرطة الهولندية قد أعلنت عن اعتقال 62 شخصا وإصابة خمس أشخاص بعد قيام مشجعي فريق مكابي تل أبي بالإسرائيلي لكرة القدم بفوضى وأعمال تخريب أمستردام في وقت توجهت فيه طائرة إسرائيلية إلى العاصمة الهولندية لإجلاء مشجعي الفريق من هناك الذين قدرت إسرائيل عددهم ب2700 شخص قالت إنهم ينتظرون الإجلاء وذكر بيان صادر عن بلدية العاصمة الهولندية والشرطة ومكتب النجاب العام أن الليلة التي أعقبت مباراة الدورية الأوروبية بين فريق ياكس ومكابي تل أبيب كانت مضطربة للغاية مع وقوح خوادث عنف استهدفت أنصار فريق مكابي وأظهرت مقاطع مصورة متداولة على منصات التواصل الاجتماعي قيام عدد كبير من المشجعين الإسرائيليين بترديد شعارات معادية للعرب وفلسطين وعلى إثر ذلك وقعت اشتباكات بالأيدي بين الطرفين مع انطلاق آلة تشكيل الإدارة الأمريكية الجديدة التي سيقودها الرئيس المنتخب دونالد ترامب بدأت العديد من الأسماء المرشحة تطفو على الساحة ومن بينها أولى ترامب لسيم ابنته إيفانكا التي لعبت دورا حيويا في ولاية الماضية فضلا عن زوجها جاريد كوشنير إلا أن مصادر مطلعة أكدت اليوم الجمع أن صهر ترامب لن يعود إلى البيت الأبيض ضمن الإدارة الجديدة لكنها أوضحت أن كوشنير قد يقدم المشورة لرئيس المنتخب بشأن سياسة الشرق الأوسط وكانت إيفانكا التي ظهرت خلال الاحتفال بفوز والدها في الانتخابات الرئاسية يوم الأربعة المحت سابقا إلى عزمها التفرغ لعائلتها والابتعاد عن المهم السياسية التوصل بجديد الأخبار تابعونا على صفحاتنا بمواقع التواصل الاجتماعي